نقلب معكم في الحرة الليلة عددا من الملفات ونبدأ من الولايات المتحدة والمناظرة الرئاسية المرتقبة بين المرشحين الجمهوري الرئيس دوناد ترامب والديمقراطي جو بايدن فبعد ساعات على انتهاء المناظرة بين مرشحي الحزبين لمنصب نائب الرئيس الجمهوري مايك بينس والديمقراطية كاميلا هاريس أعلنت اللجنة الأمريكية للمناظرات الرئاسية أن المناظرة الثانية بين ترامب وبايدن ستكون افتراضية إعلان لاقى رفضا مباشرا من الرئيس ترامب وموافقة سريعة من منافسه بايدن قبل أن تعود الحملة الانتخابية للأخير لتطلب إرجاءها أسبوعا كاملا طلب حظياء بموافقة حملة الرئيس ترامب في حملة الرئيس ترامب فيما عاد الجدل مؤخرا حول ما إذا كانت المناقشة أو المناظرة الثالثة وإرجاءها إلى آخر هذا الشهر في 29 أكتوبر الجاري في الحرة الليلة نسعى للإجابة عن تساؤلات عدة حول هذا الموضوع في مقدمتها تداعيات رفض ترامب للمناظرة الافتراضية وما إذا كانت المناظرة المرتقبة ستحظى بذات الاهتمام الذي حظيت به المناظرة السابقة المباشرة بين المتنافسين ونقاط القوة ونقاط الضعف للمرشحين الجمهوري مايك بينس والديمقراطية كاميل هاريس لمنصب نائب الرئيس في مناظرة الليلة الماضية المناظرة الثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه المرشح الديمقراطي في السباق الرئاسي جو بايدن ستكون افترادية قرار اتخذته لجنة المناظرات الرئاسية الأمريكية وعزت الخطوة إلى حرصها على حماية صحة وسلامة المشاركين في المواجهة بعد إصابة ترامب بفيروس كورونا لكن ترامب رفض المشاركة في مناظرة افترادية معتبرا أنه غير ناقل للعدوى وأبدى رغبته في العودة للنشاط الانتخابي واتهم اللجنة بمحاولة حماية بايدن في المقابل أعلنت حملة المرشح الديمقراطي أن بايدن يقبل بالمشاركة في المناظرة الافترادية وأنه يتطلع إلى الحديث مباشرة مع الشعب الأمريكي ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية وارتفاع حدة الإثارة والجدل عكست مناظرة المرشحين لمنصب نائب الرئيس شدة المنافسة بين المعسكرين الجمهوري والديمقراطي قالت الديمقراطية كامالا هاريس إن الولايات المتحدة عاشت أكبر فشل في تاريخها بعهد ترامب لسيما فيما يتعلق بتعامله مع أزمة كورونا بينما دافع مايك بانس عن فترة حكم ترامب واتهم منافسته بتقويد ثقة الأمريكيين في القدرة على هزيمة الوباء لكن المناظرة اتسمت بالهدوء النسبي ادحرس كل من فانس وهاريس على الحديث بدون التلاسن بشكل مسيء عكس ما حدث في المناظرة الرئاسية الأولى بين بايدن وترامب ووصفت بأنها أسوأ مناظرة في تاريخ أمريكا الحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من واشنطن سيد جيم أنتل المحلل السياسي في صحيفة واشنطن اكزامنر وكذلك من واشنطن تنضم إلينا عبر خدمة سكايب المحلل السياسية رينا شاه أهلا مرحبا بضيفي الكريمين أبدأ معك سيد جيم يعني بماذا يمكن أن نبرر رفض الرئيس دونالد ترامب لتحويل المناظرة مناظرة الخامس عشر من الشهر الجاري من مناظرة كما هي معتاد وجها لوجه إلى مناظرة افتراضية أولا الرئيس ترامب لا يريد إطارا يذكر الناس بجائحة كوفيد بكل بساطة هذه ليست مجالات يمكن أو يود أن يناقشها وبالتالي أي قواعد يجب أن تكون مقبولة من الحملتين ويجب أن تكون هناك بعض التعديلات بشأن ما يمكن أن يحدث بصورة عادية مع الأخذ بعين الاعتبار فيروس كورونا الرئيس لا يريد من هذه أن تكون الرسالة السائدة من المناظرة ولا يريد تشتيت الانتباه عن صورته وأنه تعافى كلية من الفيروس ثانيا حملة ترامب على الأقل عبرت عن قلقها من أي إطار فيديو وأن بايدن يمكن أن يقرأ من تيلي برامتور أو من ملاحظات لقد أثارت حملة ترامب هذا القلق خاصة في المراحل الأولى من المناظرات هل هذا له ما يبرره أو لا؟ هم يعتقدون أن هناك مزايا في الإطار الحي على الهواء مباشرة وهم يخشون أن يخسروا لو كان هناك استخدام للزوم ولكن سيد سيد جميع كان الذهاب لخيار المناظرة الافتراضية مبني بالأصل على إصابة الرئيس دون ترامب بفيروس كورونا وعدم ثبات تعافيه من هذه الإصابة ورغبة في إبقاء الموعد على ما هو عليه في الخامس عشر من شهر أكتوبر وعليه تبقى المناظرة الثالثة في شهرها أو في موعدها في الثاني والعشرين من الشهر نفسه لو استمرت في ذلك اليوم مفوضية الانتخابات كان يجب أن تدخل في مفاوضات مع الحملتين لأن التأجيل يمكن أن يشكل حلا لعدوى الرئيس والتحول إلى حدث افتراضي ربما كان يجنب المفاوضات العلنية التي تجري حاليا أو ربما الحملتين ما كانت ستتفقان على موعد المناظرة التالية حقيقة الأمر أن تفعل هذه الأشياء التي وافقت عليها الحملتين وحملة ترامب تعتقد أنها ستكون في وضع أسوأ هذه استراتيجية حافلة بالمخاطر لأن الرئيس هو المتخلف في استطلاعات الرأي عن خصمه والمناظرة فرصة كي يغير دينامية السباق بايدن يمكن أن يستمر حتى يوم الانتخابات إذا أراد ذلك أعود بهذه النقطة لسيدة رينا شاه تأخر الرئيس ترامب في استطلاعات الرأي برأيك سيدة رينا إلى أي حد كان لهذه النقطة أثر على هذا الجدل الدائر حول المناظرة الثانية موعدها في منتصف أكتوبر تحولها إلى افتراضية ثم تأخيرها إلى 22 وما ترتب عليه من تأخير المناظرة الثالثة إلى 29 من الشهر الجاري ما موقفكم من كل ذلك برأيكم أعتقد أن المناظرات في عهد الجائحة بالتأكيد خسر الثقل الذي كان يتمتع به ثم أن الناس معظمهم في البيوت ويتفرجون لأن الجائحة لا تزال تؤثر علينا حقيقة الأمر أن استطلاعات الرأي تجعلنا نفكر بطريقة مختلفة وفي هذا العام أعتقد أن حملة بايدن وهاريس لا يجب أن تبالغ فيها الثقة من خلال النظر على استطلاعات الرأي حقيقة الأمر أن ترامب يمكن أن يغير أي شيء في الواقع هو قد يستغل تجنب المناظرة لقد بدأ سيئا في آخر مناظرة هو لا يستطيع السيطرة على نفسه هو رجل ضعيف ويتحدث بصوت أعلى من أصوات الجميع ولكن سيد رينا هذا الرجل ترامب هو من يريد اليوم مقابلة مواجهة مناظرة وجها لوجه مع جو بايدن ورفض أن تكون افتراضية ليس في ذلك قوة للرئيس ترامب ودلالة حتى على تجاوزه ربما إصابته بكورونا لا هذا يظهر أنه قلق من الإطار الافتراضي هو يعتقد أنه عندما يتحدث وجها لوجه يستطيع أن يتعافى من الأداء السيئ في المرة الماضية هو يريد أن يكون موجودا في المكان الآن هو مريض وغادر المستشفى قبل الأوان بالطبع لطباء لم يوقفوه ولكن لو كان المريض شخصا غير الرئيس وهو قال أنه قادر المستشفى ضد النصيحة الطبية هذا الرئيس يعمل بطريقة غير عقلانية هو ينكر العلوم ونعرف أن وزنه أكثر من اللازم وأن عليه أن يفكر في إرثه هل يفكر في هذا؟ أنه يحاول تجنب المناظرات هو لا يقدر على العمل وهو يعرف ذلك أكثر من 210 ألاف أمريكي ماتوا خلال عهده أعود لسيد جيم فيما يتعلق بصحة الرئيس دونالد ترامب وإعلان إصابته الأسبوع الماضي بفيروس كورونا إلى أي حد يمكن للحزب الجمهوري اليوم أن يستثمر هذه الإصابة لصالحه حديث الآن طبيبه عن تعافي ترامب شيئا فشيئا وفي ظل هذه المعطيات الاستثنائية التي تمر بها هذه المرحلة الحساسة ونحن على بعد أسبوع قليلة من موعد الاقتراع في الانتخابات الرئاسية لا أعتقد أن إصابته بفيروس كورونا يعطيه ميزة وأعتقد أن توقيت مرضه ما كان يمكن أن يكون أكثر سوءا لأننا قريبون من الانتخابات هناك البعض في الدائرة المحيطة بالرئيس يعتقدون أن التعافي السريع يظهر حيوية الرئيس وثانيا يرسل رسالة بشأن فتك المرض في هذه المرحلة من الجائحة مما يطمئن بعض الناخبين أنا شخصيا أشك في ذلك وأعتقد أن هذا يعزز الكثير من رسائل الديمقراطيين أنه لم يأخذ الجائحة بجدية وأن البيت الأبيض في إعداده للمناسبات لم يتخذ الاحتياطات اللازمة وهذا قد يجد صدى لدى بعض المحيطين بالرئيس وإذا كانت الانتخابات قريبة كما تظهر الاستطلاعات فإن هذا الموضوع قد يكون مهما وإلا فإنه يحفز داعميه طيب سيد جيم بالأمس كانت هذه المناظرة الوحيدة بين مرشحي لمنصب نائب رئيس الولايات المتحدة مايك بينس الجمهوري وكاميلا هارس الديمقراطية برأيك هل نجح بينس في تعديل كفة ترامب في هذه المناظرة بالأمس أعتقد أن المرشحين كانوا فعالين وفعل ما أراد عمله نائب الرئيس بينس تمكن من عمل تدقيق على أجندة هارس وبيدن والسناتورة هارس كانت فعالة في تحدي إدارة فيروس الكورونا والاستجابة له المشكلة بالنسبة لبينس أنه جاء ولديه مهمة أكثر صعوبة لأنه متأخر في استطلاعات الرأي وكان يجب استخدام المناظرة لتغيير مصاري الحملة الانتخابية لا أعتقد أنه فعل ذلك ولكن أعتقد أنه كان هناك تبادل أفضل من ما حدث في المناظرة الرئاسية هارس جاءت وهناك توقعات أكبر منها لا أعتقد إذا كانت فعالة في دورها ولكن بينس استطاع أن يصمد والسؤال هل هو فعل أي شيء يمكن أن تساعد تذكرة الرئيس وبينس في الانتخابات هنا أعود لك سيدة رينا برأيك ما هي الفراغات التي تمكنت كاميلا هارس من ملئها بعد المناظرة الأولى والتي تركها جو بايدن في المناظرة الأولى رأيتها محاربة من أجل الحقيقة والدستور في الليلة الماضية ومايك بينس ما رأيناه رأينا انتهازي يفعل أي شيء للبقاء في السلطة كاميلا هارس تمثل الأفضل في أمريكا هي ابنة مهاجرين وصطرت تاريخا من خلال العمل الشاق قصتها قصة الأمريكيين هو سياسي نعم كان عليه أن يثبت نفسه في الليلة الماضية ولكنها صمدت في وجه بينس والكثير من الناس يعتقدون أن المناظرة كانت متعادلة هذه هي المرحلة التي ينظر عليها الجميع الآن هي لم تستطع الإجابة على بعض الأسئلة وخسرت نقاط كثيرة ولكنها شخصية محبوبة حتى مع أنها كانت سيناتورة إلا أنها قدمت نفسها إلى الجمهور نائب الرئيس كان في منصبه لأربع سنوات ويعرف الجميع وأغلبية الأمريكيين لم يشاهدوا الانتخابات الأولية للديمقراطيين وبالتالي كانت لديهم الفرصة بالأمس للتعرف عليها نعم سيدة رينا شاه المحنلة السياسية كنت من عبر سكايب من واشنطن شكرا جزيلا لك والشكر كذلك موصول لك سيد جيم أنتل كذلك من واشنطن وأنت المحرر السياسي في صحيفة واشنطن The Washington Examiner شكرا جزيلا لكما شكرا جزيلا لك